نقاشات على مدار يومين هو ما عمل عليه وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والمغرب والإمارات والبحرين هنا ومن النقب حاولت إسرائيل إرسال رسائل ضد إيران حسب صحيفتها أرس الإسرائيلية طرح المجتمعون أفكارا لدفع التعاون في مجال الأمن في مواجهة إيران ولهندسة أمن إقليمي يهدف إلى حلول رادعة مقابل التهديدات من الجو والبحر إن الهندسة الجديدة أو الشراكة التي نبنيها سويا تهدف إلى رلع أعدائنا وعلى رأسهم إيران وأذرعها تطرق بلينكين إلى إيران أيضا لكن اللافت أن وزراء الخارجية العرب المشاركين في الاجتماع باستثناء وزير خارجية البحرين تجنبوا الحديث عن هذا الملف في المؤتمر الصحفي وركزوا على علاقتهم مع إسرائيل وتطورها خلال الفترة الأخيرة لقد أضعنا 43 عاما منذ أن صنعت مصر وإسرائيل السلام بينهما لم نتعرف فيها على بعضنا ولم نعمل سويا دلالات خلف اختيار إسرائيل كيبوتس سدي بوكير في صحراء النقب مكانا لعقد هذا الاجتماع الوزاري فهنا يوجد قبر ديفيد بنغوريون أول رئيس وزراء إسرائيلي وقد عاش فترة من حياته في هذا المكان وهو الذي يعده الفلسطينيون واحدا من أكبر المسؤولين عن نكبتهم وتهجيرهم قبل أكثر من سبعة عقود في النقب تعقد قمة هي الأولى من نوعها وأعلن أنها ستصبح دورية ودائمة وهو ما تراه إسرائيل إنجازا دبلوماسيا قمة تناولت تحديات أمنية أهمها إيران ومشروعها النووي أحمد جردات العربي صحراء النقب